هل استعادت في كل ركعة يعني أنا قمت من من الركعة الأولى للركعة الثانية ركعة الأولى للركعة الثانية هل أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لا أقولها إن قلتها فلا بأس وإن تركتها فلا بأس باستبارك مواصل للصلاة أما حديث أبي ريرة لما ذكر ذكر دعاء الاستفتاح وقال ولا أفعل ذلك في ركعة الثانية كان يسكت في الأولى ولا أفعل ذلك في الثانية إنما ينفي فيما فهمت دعاء الاستفتاح الذي يسكت له سكتة بين تكبيرة الأحرام والقراءة